كل رحمة يرجوها العبد من رحمة الله تعالى لها أسباب ينبغي أن يبذل الأسباب لتحصيلها ولا يتكل على العمل لكن الذي يفيده هذا الحديث وأمثاله هو أن يقطع النظر إلى عمله لأن لا يعجب به فإن العجاب بالعمل محبط له ومذهب لبركته فمهما كنت صلاحا واستقامة في الظاهر والباطن فأحمد الله واشكره على أن يسر لك هذا الصلاح والهدى فإنه لولا الله ما كان ذلك لهذا الصحابة كانوا يرتجزون بهذا المعنى في غزوة الأحزاء فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا يعني لولا أن الله وفقنا ما اهتدينا ولا تصدغنا ولا صلينا فكل عمل صالح إنما هو بتوفيق الله ولهذا كان ما قاله بعض العارفين أي الأعمال أفضل قال رؤية فضل الله في غاية الإتقان لأن من رأى فضل الله تعرض له ولم يعجب بعمله فالعجاب بالعمل محبط للعمل مهما كان العمل صالحا مهما كان العمل متقنا مهما كان العمل حسنا فإنه إذا عجب به الإنسان ذهب ذلك العمل وحبط ترجمة نانسي قنقر